هنروح لمرسلنا في ملعب الاهلي كريم احمد اهلا بك يا كريم اخوان احمد 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 من خلال اللعيبة لأن اللعيبة بتأدي أداء رائع وفيه مجود كبير جداً بيبذه الخطة اللي بتضع فيه التدريبات في المباريات بيكون لها شكل كبير. كمان في المباراة الأخيرة مباراة سموحة والمباراة الأولى شارك عدد كبير جداً من اللعيبة. النهاردة المباراة أقوى. مباراة الاهلي والجونة مباراة أقوى. فيها عناصر مميزة جداً وفيها هكون أمور قططية بشكل كبير جداً. بنتمنى النهاردة تكون جرعة تدريبية مكثفة وقوية استفيد بها النادي الاهلي في هذه المبران عايز اقولك طبعا ان كم بيتوافد لعيبه النادي الاهلي على غرف خلع ملابس الكل خلاص بيستعد احنا عارفين المبران ان شاء الله تكون في تمام الساعة الخامسة هنا على ملعب مختار التتش لكن حالة هنا حالة تركيز كبيرة جدا وكل العضاء اللي بتقابلنا كل الناس مبسوطة جدا بالشكل الكبير اللي عليه قناة النادي الاهلي ومستمتعا ان المباراة اليوم النهاردة هتزاع على قناة النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله نتمنى المباراة النهاردة تعدي بسلام ما يبقاش فيه اي امور نتعكر صف اللعيب النادي الاهلي من اصابات او اي امور كده لان انت عارف فترة اللي جاية محتاجين كل اللعيبة عندنا مباراة متبقية في بطولة الدور العام ان شاء الله نحسمها 17 مباراة ان شاء الله بإذن الله نحسم قبل 17 مباراة والهدف بقى الكبير الهدف الاكبر الحلم الكبير جدا وهو البطولة الافريقية مباراة الوداد المغربي اللي ليها حسابات وليها امور خاصة جدا لكن معاودنا النادي الاهلي ومعاودنا الجهاز الفني مرحلة مرحلة بتتاخد النهاردة من الكل مركز في مباراة بطولة الدور العام وما ييجي ان شاء الله وقت المباراة الافريقية يكون لها حسابات ويكون لها تحفيز وكلها جدية كبيرة جدا ان شاء الله النهاردة بنتمنى نشوف مباراة جيدة نشوف شخصية النادي الاهلي في المباراة مهما كانت ودية محتاجين ان احنا نشوف لعيب النادي الاهلي وروحهم الكبيرة وروح الفانيلا الحمرة وهنكون اكيد مستمرين معك كابتن ايمن ومع كل مشاهدين ومتابعين من خلال المباراة من خلال لقاتنا ان شاء الله مع لعيب النادي الاهلي وايضا كمان لعيب نادي الجونا عودة لك كابتن ايمن والفئة استفسارات على تحت امرك فضل يا كابتن شكرا كريم ما تروحش بعيد عننا نرجع تاني لنجومنا نجوم التحليل طبعا عايزين نبارك نفسنا